نعم الصيام ركن وفي غاية الأهمية القيام سنة متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وفي غاية الأهمية لكن أعمال الخيل الأخرى من سيعين من الفقراء ماذا سيُسهم في أعمال الخيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة التي ينبغي أن نتأثر بها وأن نستفيد منها وهو دليل واضح وصريح كل الصراحة على عظم جود رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل المعروف أعمال الخيل إعانة المحتاجين يجد الإنسان في كثير من المجتمعات المسلمة هو ناس في حاجة فقراء أيتام مساكين جمعيات خيرية أعمال تنفع المجتمع يحرص المسلم أن يكون عمله فيها في هذا الشهر المبارك حتى تضاعف له الأجور وحتى يكون اقتدى بنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخيل وفي هذا الشهر ولذلك من الأهمية بمكان أن يعرف الإنسان حينما يدخل هذا الشهر ماذا سيعمل؟ نعم الصيام ركن وفي غاية الأهمية القيام سنة متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وفي غاية الأهمية لكن أعمال الخيل الأخرى من سيعين من الفقراء؟ ماذا سيسهم في أعمال الخيل؟ ماذا سيقدم لمجتمع المسلم ما يفيده؟ الأمة الإسلامية مجتمعها مجتمع واحد والمؤمنون إخوة كما هو صريح ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى المسلمين أن يكونوا متواصلين لا بد أن يعرف المسلم جيرانه ما وضعهم الناس الذين في حية زملائف في العمل الجمعيات الخيرية هو ماذا تقدم؟ ولا بد من إخلاص العمل إلا في هذا والصدق ليس مجرد شكليات ومظاهر لدينا جمعية ولدينا أعمال ونهتم بوسائل إعلام والأمور الشكلية لا، المهم أن نحرص كل الحرص على تقديم الخير المشروع وإذا كان تقديم هذا الخير لأي إنسان سيؤدي إلى معصية نسأل الله العافية أو إلى إثم أو أخطافها على الإنسان أن يجتنب هذا الأمر ولا يكون معيناً له فيه وكذلك المؤسسات إذا كانت هذه المؤسسة لديها بعض الإساءات والإشكالات والمخالفات الشرعية نعم، يمكن أن تنصح أصحاب المؤسسة، يمكن أن تنصح هذا الرجل فإذا استجابوا إلى الخير وابتعدوا عن المشكلات فعليك أن تقدم لهم ما استطعت